السلام عليكم كيف عاملين لبس اليكم كنسمن هذا الفيديو يرقكم باخير والاخير اليوم سنشارك معاكم المهم كا العادة من العجين ديال الخبز هذه عندي العجينة ديال الخبز او خليت العجينة ديال الخبز العجينة الخبز راندي كيتشوفو هنا عندي هذا النقاط صره عندي في هالنفع وحبس حلاوة ودرت لأنا الملحة عادة لا نضيف العجينة في هذه الملحة ولكن هذه نضيف الملحة حيث نعدل بها أشكال من الخبز كما قلت لكم مهم هي معجونة الدقيق ديال القامح الخميرة البلدية صافي وشوية ديال الملحة وزرارع اللي كان نضيف فيها من اللي حيت شوية ديال العجينة كي كتشوفوا معايا حيت تقريبا كمية شوية كثيرة حيث نصوب الطوست وعن صوب وحيث يجيو هكام عمرين المهم أنتم غادي تشوفوا معايا المراحل شنو كان ندير لهاد العجينة هادي زيتها من الخبز تحتاج جوج معالق ديال العسل لا ياربي جوج معالق ديال الزيت العود وعجنتها بصافي دخلتهم فيها مزيان مزيان كتشوفوا معايا أنا طلقتها كان طلق هادي وهادي اللي كتشوفوا معايا هادي هاد العجينة هادي شنو درت له هادي مهم حيث شديد العجينة قسمتها على ثلاثة خليت جوج بيضين ووحدة درت ليها الخرب ودرت ليها النبك ودرت ليها زريعة القرعة حيث أنا عندي زريعة القرعة كان حمصها وكان طحنها ودرت ليها الجنجلين هكاك صحيح ودرت ليها بقايا ديالتمر بقايا ديالتمر بقايا ديالتمر إلا ما عندكم كتشدوا غير تمر ديالتمر وكتهرمشوه في الماكينة وكتديروه أولا كتشوفوا الفراني تسهت واحد شوية وكتشوفوا 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 على جديد للوز وكتشوفوا ما يريدون أن تبقى في هذه العجينة المهم هذه العجينة هي التي تأتي من السماء أما هذه العجينة نقوم بها العجينة وكتشوفوا وخلق أمسهم ونقوم بها وعلى العجينة في هذه العجينة رأس إنتظرها سوف نضع هذا الخروب و يجب ان تزيد من الماء و لا تستطيع ان تساعد الماء و لا تستطيع ان تحصل على الماء و لا ينقل عليها و هذه الخروب و يجب ان تشرب السوائل و يجب ان تزيد الماء و اضع الشوية سوف نضغط هذه الحجينة كبيرة سوف نضغط هذه الحجينة 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 يجبون العائلة يجبون العائلة لأن هذه الأشكال الأخرين سوف يقومون بها خبزة مولات pracه كم الأن؟ ليس جوية قام بكل دوائر يجبون العائلة ذهب المائل فأنا نقوم بشكل كبير سوف نقوم بشكل كبير سوف نقوم بشكل كبير نقوم بشكل كبير سوف نقوم بشكل كبير اضافة الواردة زين محر سوف نقوم بشكل كبير سوف نضيفها في الوسط سوف نضيف الزبدة سوف نكمل سوف نكمل سوف نقوم بها ونضيفها سوف نضيف الزبدة سوف نضيفها في الوسط نضع الدوائر و نضع واحدة و نضع واحدة و نضع واحدة و نضع واحدة كما قلت لكم انا اول مرة سنجربهم المهم كي يجي و لا درتوا غير اربعة كي يجي فيهم الفارغ بزاف ما الاحسن تديرو كما قلت لكم خمسة و الستة كتديروها في الوص او لا تديرو جوج تطبعو بالكس الفم ديالو كبير و تديرو جوج و صافي انتم مرة كتاخدوا وقتكم باش كتعدلوهم حتى انا من بعد و غاد عن عدلهم باش كي يجيهم قدين في هاد القوالب ديال كابكيك هنا يا صافي هنا يا صافي قديتهم انتم ما كتشوفوا قديتهم و هنا يا قدي ندير لهم هاد العمارة هادي او هاد الحشوة هادي عندي في هاد طمار عندي في هاد طمار المعجن خديت واحد شوية و عجنتو مع القرفة و مع الجنجلان و مع الكوك الكوك جربو هاد الطريقة ديال الكوك راه كتجي زوينة مع الطمار هاد الحشوة كتجي بنينة و كتجي مزيونة مع الطمار المو هي مصافي و كان عجنهم باش تجي باش ما تنشف ليش باش ما تنشف ليش كندير ليها الزيت العود او للزبدة انا هنا يدرت زبدة بلدية كانت عندي زبدة بلدية و عجنتهم مزيان 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 و عدلت بيهم هاد الكويرات هادو و عاو تاني باش نقول لكم حاجة اخرى هاد الكويرات هادو باش ما يطلعوا لكم ش الفوق مني كتكون العجينة كتخمر و كتكون و كتدخلوها كالطيب حال ذاك الكويرات كيتلعوا الفوق حالك يتشوتوا شوية مل احسن دابة دابة في هاد المرحلة هالي ضغطو عليهم يهودوا شوية لتحت ضغطو عليهم يهودوا شوية لتحت باش ما كيتشوتوا لكم ش من الفوق حيث مني كتكون العجينة كتطيب حالك تطلع ديك الكويرات للفوق المهم اذا انا غادي نكمل و قبل من مو يمانا غا نخليها من بعد و عن كملة و غادي ندوز باش نوريكم كيفاش غادي ندير ذاك الدوست باش ما يجيكم ش الفيديو طويل سافي هادوك اللي شاطوني مو هوا ما تطلقتهم ولو ما عاوت شو اللقطهم خليطه هكا كم كم و غادي نلوي عليهم هي الديك اللي بقت لي ديك اللي بقت لي والعجينة الاخرى Software اللي للي بقت لي هدك ما قستهاش ها يجي كيتشوفوا معايا هنا يا هدي بقيت هاكا هنطلقها شوية و غادي نلوي فيها هادوك الألوج هنديرها في الدوست سافي كاتجي سهلا مهلا وهاد الدوست يجي من الداخل بحال لا مارسل كي يجي بحلها منمر شوية غير هي العجينة البيضاء ما كسبقا شبان فيها غير العجينة الاخرى ديال الخرب والنوبك هي اللي كسبان فيه هنا كنوريكم هاد السنية هاد الملاقية هاد من الاحسن تديروها من السحس من السحس ديال القالب ديال الطس باش الطس ما يترتقش لكم هنقصي مع الزربة مع مهم ما عرفت كيف هجدارت حتى جاتني في الجنب ترتقلي الطس من الوسط، ماشي من الوسط من الجنب صافي كنناخد القالب ديال الطس كانفرش لورق الطبخ دروري تفرشو لورق الطبخ باش ماي باش ماي لسقو مش هاد الطوست ماشي لورق الطبخ كترشوه مزيان مزيان كتدهنوه بالزبدة مزيان وكترشوه مزيان مزيان بالنخالة اولا بدقيق ديال القمح سوف نجعله يخمر سوف نجعله سوف نجعله سوف نجعله سوف نجعله دهنته بالماء ورشيته بالجنجلان وحبوب الخشخاش دهنته بالماء ورشيته بالجنجلان وإذا كنت تدهنه بالصفار فالبعض نجعله سوف نجعله سوف نجعله سوف نجعلهم سوف نخلصه نجعله نجعله و لكن هذه الوريدة هي الأولى نخرجها و نجعل الطيب تسمى كما الطيب و أنا نقول لكم أحد الطريقة انا نضع الصورة لكما انا لنضع المصف لها يعمل السلطري و نضع الصينية لها فالطيب الفران و ت pools لا نقلل فكونوا لها فليلا نقلل فضع الصينية يجب أن ترتقلي من هنا من الجنب ولكن لا يوجد مشكلة يجب أن تحاولوا كيف تديروها من تحت هنا يوجد سخون يجب أن نلوه في السربيتة و يجب أن نضيف الميكة و يجب أن نقطعه و يجب أن نقطعه و أع diferença و يجب أن نقطع قناع إلى الجنجل يجب نينا يجب المخبوزات بالخميرة البلدية تخمر مزيان 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 يجب المخبوزات للخميرة البلدية تجب الوقت عليهم تخمر المترجم للقمح المترجم للقمح المترجم للقمح المترجم للقمح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته